اشتركوا في القناة مؤكدا رغبته في مواصلة تحسين علاقات الصداقة والتضامن التي تجمع الجزائر ونيوزيلندا وعزمه على ترقية تعاون مثمر بين البلدين وبالمناسبة نفسها هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزيرة الأولى لنيوزيلندا جاسيندا أردرن بمناسبة العيد الوطني لبلادها مؤكدا رغبته في العمل سويا على توثيق عور الصداقة والتعاون وتحسين تعاون الاقتصادية ثنائي بما يعود بالخير العميم على الشعبين يصل غدا إلى أرض الوطن جثمان والفقيد المجاهد بن مصطفى بن عودة المدعو عمار الذي انتقل أمس إلى رحمة الله ببلجك عن عمر نهز ثلاثة وتسعين عاما إثرى مرض عضال جثمان والفقيد سيوار الثرى بعد غد بمسقط رأسه بعنابة هذا وعز أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كافة أفراد أسرة المناضل حيث عدد السيد الرئيس خصال الرجل ونضالته في الحركة الوطنية وفي الثورة التحريرية لنصرة الحق وتحرير الأمة إن لله وإن إليه راجعون يواصل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطنية الشعبية الفريق أحمد جيد صالح زيارته لنحية العسكرية السادسة بطامن راستهد وأشرف أمسي السيد الفريق على تفتيش وتفقد بعض الوحدات المنتشرة بإقليم القطاع العملية عنكزام على غرار الكتيبة 64 مشات مستقلة كما تابع عروضا شاملة حول مهامها في هذه المنطقة الحساسة السيد الفريق عاين عن كثب مختلفة مرافقها وتجهيزاتها كما أسدى جملة من التوصيات والتعليمات وفي اجتماع مع أفراد هذه الوحدات بمقر الكتيبة 64 مشات مستقلة ألقى السيد الفريق كلمة توجهية أكد خلالها تقديره وعرفانه لهؤلاء الرجال الذين أثبتوا وهم يرابطون على الثغور يبذلون قصار الجهود المظنية لمكافحة بقايا الأفة الإرهابية بمختلف جيوبها وتفرعاتها الإجرامية في النشاط البرلماني استأنف المجلس الشعبي والوطني واليوم أشغاله في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية وهذا على مدى يومين فيما سيخصص يوم الخميس القادم لعقد جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية في مجال التعاون يشرع واليوم وزروة طاقة مصطفى جيتوني في زيارة رسمية إلى قطر بدعوة من نظيره وزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة الزيارة تسمح للطرفين بتقييم علاقات التعاون الثنائي في المجال التقوي وأثاق تطويره وكذا بحث سبول تطوير الاستثمار والشاركة قامت أمس وزيرة البيئة وطاقات المتجددة فاطمة الزهراء الزرواطي بزيارة تفقدية إلى ولاية الجلفة تفقدت خلالها عديد المشاريع التابعة للقطع المتابعة لمحمد ياسي النقاش بحكمها ولاية سهبية فإن حماية التوازن الإيكولوجي ضروري لوضع حد للتصحر والتغير المناخي هذه المناطق هي اللي راح تضمن الاستمرارية لوجود الإنسان باعتبار أنه رانا معرضين للتغيرات المناخية وكذلك راح يكون فيه حرارة اللي راح ترتفع بالنسبة للكراءة الأرضية إذن لذلك التنمية في هذه المناطق لازم نأخذ البعد البيئي حتى نحافظ عليها نحافظ عليها بكل نظمها البيئية الرهيفة والحساسة تثمين النفايات وإعادة رسكلتها وإعطاؤها الطابع الاقتصادي حتمية لابد منها لخلق الثروة نعتبره قيمة اقتصادية مثل ما قلت في كل مرة ونعتبره كذلك أنه نعمل على الخطين والخط كيف نحافظ وكيف كذلك نجعله خلاق للثروة خلاق لمناصب الشغل هذه هي الاستراتيجية الجديدة لكل منطقة في الجزائر لازم يكون عندها طريقتها في تطوير تنميتها انطلاقا من قدورتها انطلاقا من الهياكل والمنشآت الموجودة وانطلاقا كذلك من تركيبتها البشرية كما قامت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بتجين مؤسسة ولائية لتسيير مركز الردمي التقني طبقا لتوجيهات الحكومة القاضية باستحداث آليات تقنية وتحسين المرفق العام بما يضمن خدمة عمومية ذات نوعية جيدة شرعت مديرية مسح الأراضي لولاية وهران في تنفيذ آليات المشروع الهادف إلى تقريب الإدارة من المواطن والاستجابة لمطالب المهنيين وفق المعايير العصرية يقول بالمهدي بالمهل تجديد شبه كل مسح مصالح مسح الأراضي لولاية وهران من خلال إطلاق أدوات تقنية لمرافقة مشروع المسح المتعدد الوظائف مع الاتحاد الأوروبي لتحسين المرفق العام اعتمادا على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لبلوغ الاحترافية المهنية بإشراك وإدخال مصالح مسح الأراضي في المشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف على الخصوص لتوسيع بدرجة الأولى واستقطاب ووضع معلومات مسح الأراضي في خدمة الجماعات المحلية البلديات وكذا مصالح الضرائب الأليات المستحدثة تهدف إلى التكفل الجيد بالخدمة العمومية الموجهة للمواطنين والمهنيين على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي en améliorer ils ont fourni beaucoup d'efforts non seulement pour améliorer le cadre ومستقبلو في المواطنين ou les usagers et en même temps même la qualité de service on est arrivé maintenant à automatiser toute la donnée cadastrale et on assure la délivrance automatique de toutes les demandes la preuve qu'on est arrivé à la séance tenante يعني المواطن qui t'eleb الوثيقة qui t'eleb qu'on est arrivé au même au même temps l'aliyette الجديدة من شأنها إذفاء سلاسة لتطوير المجال التنموي والاقتصادي للوطن أعلن الديوان الوطني للأرسد الجوية في نشرية خاصة عن استمرار تساقط الثلوج على مرتفعة غرب البلاد التي يزيد علوها عن 900 متر لتشمل تدريجيا ولاية وسط وشرق الوطن ابتداء من ليلة اليوم ويتعلق الأمر بالجلفة المسيلة تيسمسيل تعين دفلة وكذا المدية البيراتيزيوزو بيجايا جيجل برج بوريريج وسطيف هذا ويتوصل تساقط الثلوج على ولاية سعيدة تيارت عام البيض وكذا جنوب تيلمسان وسدي بالعباس وشمال الأغواط وتشير ونشرية إلى أن سمك الثلوج سيبلغ أو يتجاوز عشر سنتيمترات محليا خلال مدة سريان النشرية التي ستمتد إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الغد في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الخامس فبري 2018 قنبلتين يدويتين ببتنان نحية العسكرية الخامسة وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عمليتين منفصلتين بكل من غلزان ومعسكر النحية العسكرية الثانية ثلاثة تجار مخضرات بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من الكيف المعالج فيما ضبط عناصر الدرك الوطني تسعة ألاف وتسعمائة وسبعين وحدة من مختلف المشروبات بكل من غلزان وتيارت النحية العسكرية الثانية والوادي وبسكر النحية العسكرية الرابعة من جهة أخرى تم توقف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان أدرار والوادي طائفة من الأخبار الدولية ونستهلها بشأن الفلسطيني حيث اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلية اليوم 30 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مدهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة كما استشهد شاب فلسطيني على يد قوة الاحتلال الإسرائيلي في غرب جنين سياسيا أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراس أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان تنفيذ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتأمين الوصول إلى حل دائم للصراع وأعبر الأمين العام للأمم في كلمة له في افتتاح اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن التزامه القوي بدعم الأطراف في جهود جعل رؤية حل الدولتين حقيقية في سوريا قتل نحو ستين مدنيا في قصف مكثف على الغوطة الشرقية وبلدات في إدلب حيث لا تزال قوة للمعارضة تسيطر على الوضع وقد تسبب القصف في انهيار كامر أو كبير للبناء التحتية الحيوية في هذه المناطق التي تتعرض لحملات وغارات جوية متواصلة منذ أسابيع سياسيا تحولت أروقة الأمم المتحدة أمس إلى حلبة للصراع بين واشنطن وموسكو بفعل تحفظات أبدتها روسيا اتجه مشروع قرار تعده واشنطن حول استخدامات مادة الكلور في القصف على مدن وبلدات ريف دمشق وإدلب شرعت القوة الأمريكية في تنفيذ خطة لتقلص تواجدها في العراق لا سيما بعد ضحر ما يسمى تنظيم داعش واستعادة السيطرة على جميع المدن والمناطق من قبضة التنظيم وأكدت الحكومة العراقية إن إجراءات تخفيض القوات ستجري بشكل تدريجي وأن الأعداد التي ستبقى ستكون كافية لضمان تقديم الدعم واستكمال بناء قدرات القوات العراقية إلى سوق المال والأعمال حيث انهر مؤشر داون جونز الأمريكي أمس بشكل غير مسبوق في بورصة وولستريت حيث خسر ما يقرب 1600 نقطة ما يعادل انخفاض يفوق 4.60% وتدعت هذه الحالة التي تسببت فيها الزيادة الجنونية في أسعار الفائدة لتطال بورصة توكيو التي انهار فيها مؤشر نيكاي بمعدلات فقط الخمسة بخسارة تفوق 1700 نقطة كاملة إلى عالمي الفضاء الآن حيث من المنتظر أن يقلع اليوم أقوى ساروخ في العالم من كب كنافيرال في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأنبوبة الثقيلة ومن بين مهام العملية يرسل أطق من فوق القمر واحتمال الوضع أخرى فوق كوكب مارس وصلت شعلة الأولمبية إلى بيونج تشانج الكورية التي ستحتضن الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 واعتبر رئيس الكورية الجنوبي مونجي أن هذا الأولمبياد يشكل بداية لبناء السلام في آسيا لاسيما بمشاركة كوريا الشمالية في هذه الألعاب ابتداء من يوم الجمعة المقبل عودة إلى الوطن وفي كرة القدم حيث تفتتح اليوم مباريات الجولة التاسعة عشرة من رابطات المحترفة الأولى موبيليس بإجراء ثلاث مباريات متقدمة بسبب ارتباط الأندية المستقبلة أو المستقبلة بالمواعيد الكوروية الإفريقية ورقا في الموضوع مع رفيق تدافت جولة تلعب والراميل الابتعاد أكثر عن المثلث الأحمر لضمان البقاء من جهة هوي فاقسطيف سيكون أمام سفرية ثانية على التوالي في محاولة ننسياني مخلفة لقاء بسكرة والمهمة تبدو صعبة حين يلاقي شببة الصورة الطامح لاستعادة الوصف وتقليص الفريق بينه وبين الرائد اللقاء الثالث المقدم يجمع مولودية الجزائر بأولمبيلمدية لقاء تطمح من خلاله المولودية لمواصلة نتائجها الطيبة وتألق على الجباتين إلا أن المستقبل قد فرض التعادل في لقاء الذهاب بالإضافة إلى أنه يود العودة لسكة النتائج الطيبة خاصة وأنه عاد بنقاط الحراش كاملة للديار لا يختلف اثنان في أن جمال المرأة لا يكتمل إلا بحليها حلي تقليدية لا تزال منطقة الأوراس بأنامل رجالها تتفنن في صناعتها حفاظا عليها من الزوال تلقينها للأجيال ولما لا تصديرها للخارج والتعرف بتراثنا الأصيلة روبرتاج في الموضوع لمحمد العوفي بقلم عبد المالك بن مخالد هي من أقدم الحرف التقليدية في منطقة الأوراس صناعة الفضة وأنواع الحلي هرفة امتهانتها العائلة الأوراسية وبقيت محافظة على مكانتها إلى غاية اليوم نحن نطور من الأشكال هذيك والأنواع هذيك التي كانوا يخدمون بها قبل بالطريقة التقليدية باش نواكبوا العسرانة ومن جهة محافظة 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 وبالتالي دير إضافة مادية معنوية للوطن والمواطن حرفة بقيت صامدة بالرغم من التطورات الحديثة لتبقى لونا من ألوان أصالة أهل الأوراس الأوراس الأشم فيما يلي حصاد الصحف موسيقى موسيقى